دي أدوية ليه علامة ودي أعتقد أن هي أشهر الشركات العالمية في صناعة الدواء في كل حتة في الدنيا ده كلام مصبوط طب أما الأدوية بقى بتاعة شركة المهن الطبية نفسها الشركة تو عندك كم دواء؟ إحنا عندنا بالزبط 74 دواء 74 دواء ما بين أقراص وشرب بالزبط يفتح وأمبولين بس 74 دواء لهم كم شكل صيدلي؟ 194 شكل صيدلي يعني كل 74 دواء كل دواء منهم في منه الأقراص وفي منه الشرب يعني هم مش 74 دواء لا 74 دواء كاسم يونيكتام ده دواء أنتيبيتوكس ده عبر عن بسلين سلباكتام ده عبر في فيلس منه بتفرنت كونسنتراشنز ثلاثة وفي أقراص نوعين 375 وحيطرح في السوق قريبا 750 وحنبق أسر بس بي أرقام ضخمة جدا يا دكتور أنتو يعني إزاي بتقدروا طبعا الشركات العالمية ده قسم الوحده بس أنتو إزاي بتقدروا تنتجوا هذا الكم الهائل من الأدواء تمام برضو هارجع للهيستوري لأن دي حتة مهمة جدا إحنا أيام زمان كان هو طبعا مرة على إدارة الشركة ثلاثة شخصيات عملت علامة كبيرة في تاريخ الشركة وكل واحد كان يقول ليه فلسفية أنا بصراحة بكنولهم بكل احترام لأن الشركة ما وصلتش اللي إحنا فيه قلب جهود الناس اللي فاتت الفلسفية الأول إن إحنا نبني مصنع أربعة وثمانين يبدأ إنتاج بلق تسعة وثمانين يبدأ إنتاج فنش سنة تسعين يبدأ إستقطب شركات كبيرة زي جي اس كي جلاكسو أو فيزر أو شيرينج بلاو أو ليدرلي لغبطة متكاملة محددة عشان هو يكالليرن إحنا كنا أيامها شركة ناشئة ناشئة فلازم تحتاج إلى إحسابة فكان مبعاة الشركة 75% منها كان مبعاة الاندولايسنس و 25% أدويتنا حاليا في سنة 2019 أدويت ميو بي 76 المهن الطبية بقتها ل76 و 24 كانت حاليا الاندولايسنس اللي حصل إيه؟ ده بينمو وده بينمو بس إحنا لو بننمي بثلاثة فولد وهما بينمو بثلاثة فولد يعني لو أنتو بتنمو بتلاث مرات أدوهم طب أما سوق الدول مصري بينمو بنسبة أدوها دكتور خصوصا في السنة دي أو السنة اللي جاية متوقعين إيه؟ ده كلام مصبوط أنا عايز قبل ما أقول سوق الدول بينمو بقد إيه؟ أنا قد قرية من أسبوع تقرير من يعني شركة كبيرة الـ IQVIA أو الـ IMS الاسم الأديم بتاعها كانت عملت تقرير على نمو الـ IMS دي شركة اللي بتعمل الإحصائيات بتاعة الدول بالصبت كبيرة بالصبت كبيرة هي حلاليا الاسم جديد بتاعها الـ IQVIA الـ IQVIA كانت عاملة أنا بصراحة أعجبني جدا لأنه هو عطانا مؤشر ومؤشر كبير لسوق الدول في مصر سوق الدول العالمي هما أنا أنا بحب فعلا تقارير لهذه الشركة لأنه بديد يبعد على على مستوى العالم بيزيد قدية كل الشركات العالمية على مستوى العالم كل أي حد بيبيع أي حاجة العالمية وغير العالمية يعني فيه شركات لوكال في أوروبا فهم حطين كل الداتا السوق كله بيبيع 1.3 تريليون يوكس دولار على مستوى العالم طيب السوق ده بيتركز على فين على أربعة محاور نورث أمريكا بيبيع تقريبا ربق ومسونين شمال أمريكا أي بزبط كده اللي هو أمريكا وكندا أمريكا بزبط كده يوروب بيبيع تقريبا 300 هتلاقي حضرتك تشاينة بيبيع تقريبا 150 هتلاقي جابان ده بمثل تقريبا من تطل سوق العالم كله الصين واليابان ما عندهمش هذا مش قدل أمريكا وأوروبا لا قلص يعني اليابان تقريبا 123 والتشاينة تقريبا 175 طيب إحنا في مصر قد إيه؟ إحنا مصر 19 طيب يعني ده مش رقم مش رقم وحش على فكرة لأننا بلد برضو لما نقارن نفسنا إحنا عندنا كم مليون واليابان أو الصين عندهم كم مليون فإحنا يعني ده مش رقم الحاجة البوستي في الحواري الحضرتك دلوقتي حاجة إيجابية جدا إن 90% مباعات الدواء موجود في الثلاثة الأمريكا يوروب تشاينة أنت يابان تيجي نفسك العشرة في مئة بقية العالم يبقى لازم المستمع يشوف إن إحنا يعني استهلاج الدواء في أمريكا 500 مليون بليون لما نيجي نفسك هنا في الإحصائيات بتقول إيه؟ نسبة الجروس التراقمي يعني جابوا استاد من السنة 2018 لـ 22 دراسة من 18 لـ 22 اللي هي لسه إكسبكتش آه يعني لسه متوقعة يعني محتمت على وضع على برضو النمو التراقمي لخمس سنين فاتت كويس تمام؟ لو كل العالم حينمو بـ 4 و 5 من 10 في المئة هلأقي أمريكا 4.2 هتلاقي اليابان minus 0.02 سالم ستنمو بالعكس يعني هتخسر سوق هتخسر سوق السين هيزيد بـ 1% يوروب هتزيد بـ 4 و 5 من 10 في المئة طب نمسج ميدل إست أفريكا لحتى اللي حلفين هتنمو بنسبة 6 و 9 من 10 أكتر حتى في نمو تمام طب نيجي نخش بقى بين ميدل إست وأفريكا هنشوف الميدل إست هنشوف مصر اللي يتهمنا كل المؤشرات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية بيتدينا طموح وبيتدينا آمل كبير في المستقبل الحاجة الجميلة اللي شفتها في الإستاذ يبقى إن مصر هتزيد سنة 20-20-16.1 وحتبقى 16% زيادة في مبيعات الدول العالم 4 ونص من 4 ده هتبقى حاجة مغرية جدا حاجة مغرية للاستثمار طبعا ففعلا مؤشرات وفعلا كل الجهات السيادية وكل الناس ما بيتكلموا وكل الجرائد المتكلم بمنتهى الأمانة دي حاجة أسعدتني لأن 16.5% مصر وتبقى تاني دولة من إحت الجرس سنة 20-22 وانه هو بتاعها هتبقى يعني ده سوق الدول يعني معنى كده ده معناها معناها إن الخدمة الصحية كمان بتزيد أكيد وده معناها فرص أكتر لشركات يعني مصرية زي أكديما وزي المهن الطبية ده كلم مصبوط دكتور ناجي أنا عارف إن حضرتك ذكرت عن تعاون شركة المهن الطبية مع وزارة الصحة في إنتاج حاجة مهمة جدا زي الإنسولين تمام إحنا عايزين نعرف الشراكة دي شكلها عامل إزاي أو التعاون ده مضمونه إيه التعاون ده جاب بصراحة برضو أنا هرجع أقول تاني إن أي حد بيعرف من الاحتكاك ومن المواقف حصل في فترة من فترات إن شركة شقيقة حصل لها حريق كان بتنديك الإنسولين وإحنا كنا مشاركينا في توريد الإنسولين لوزارة الصحة طبعا كان بانك للوزارة لأن الوزارة طبعا دفنتي طبعا الإنسولين ما ينفعش يقف بالضبط كده طلبنا من الوزارة إن إحنا نعمل أوفر بروداكشنز للزيادة في الإنتاج زيادة في الإنتاج عشان نغطي الشركة دي اشتركوا في القناة